لو نطينا نطة كده وقالنا الأهلي هيلعب الوداد في الفاين الوداد بيقدم مباراة كبيرة وكويسة جدا في دولة أبطالة أفريقيا شايف أنه الأهلي هتبقى له فرص كبيرة أنه يأخذ البطولة الثالثة على التوالي أمام الوداد هي مباراة واحدة آه هتكون مباراة واحدة هتكون صالح ناد الأهلي الوداد طبعا فرقة كبيرة وليه حظوظ زي ناد الأهلي ولكن أنا شايف أن فريق الوداد يعني برضو بيمر بنفس ظروف الناد الأهلي الموسم ده مباراة كويس ومباراة واحش في أي وقت سهل ممكن ييجي فيه جول أعتقد أن مباراة واحدة هتكون لمصلحة الناد الأهلي خلي بالك النهائي 2017 كان أهلي ووداد كان في القاهرة واحد وواحد في المغرب واحد صف فصعب جدا الجمهير ناد الأهلي تنسى المباراة لأنه كنت موجود في الجهاز الفني صعب جدا الجمهير ناد الأهلي تنسى الزكرة دي صعب جدا الإدارة واللعيبة والجهاز الموجود لوقتي ينسى المباراة دي بين الأهلي ووداد الفاينال ده تحديدا عظيم جدا بمناسبة الإدارة كان موقف جيد ويحترم جدا من الكابتن محمود الخطيب مع بيتسو موسيماني واللعبين قبل هذه الموجودة عشان ممكن نقول بينك وصين كده لفت النظر لفكرة إنه الأداء مش عاجبنا إنه الأهلي ما ينفعش يبقى كده وحسيت النهاردة فيه صورة جات كمان على الكابتن محمود الخطيب كاش مبسوط والأهلي كاسبانت لده سيف كاش مبسوط ومش مبسوط اللي هو أحياته تاني أجماعة إحنا الأهلي يعني لسان حاله إحنا الأهلي خش يسجل تاني والفايلة اللي قدامه بتلعب عشر لعبين هات ستة أهداف فالله هو إيه انتو بتردوا بكده ليه يعني ما تردوش بكده يعني طبعا أول حاجة طبعا كابتن محمود الخطيب قيمة كبيرة جدا في الإدارة بيختار التوقيت اللي يجتمع به مع اللعيبة والجهاز والمدرب صحيح هنا لأ محتاجين نوعط هنا محتاجين وقفة وده دور الإدارة هو ما يدخلش في أي حاجة فنية ولكن لما بيحس إن فيه يعني فيه ألارم كده بيه ولمبة حمراء بدأت تنور لأ بيكون ليه وقفة وليه دور وفيه اجتماعات وندور على حلول مع بعض صحيح آه النهاردة لما حتى الصورة جاءت عليه وقالي كاسبان ثلاثة مش مبسوط يعني وهقولك يعني هو حاسس حاسس برضو إن ده مش الناد الأهلي آه إحنا نروح ونضيع والناد الأهلي عام مرة كبيرة بس لأ نجيب أكثر من كده لأن الفرق اللي قدامك يعني يداك الفرصة ويعني وما تصعبش عليك يعني 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 ما تصعبش عليك يعني ما تصعبش عليك يعني ما تصعبش عليك أكسب أكسب كتير أنا دايما أقولك أبتنا أحمد إنه لما أبص للأهلي بتعامل معاه زي اللي هو الفرق الكبيرة اللي في أوروبا عارف كده أنه مانشستر سيتي ولا ليفربول ولا لعامة دي لما يجيب العاون مع أي فريق تلاقيه نازل بيهاجم وبيضغط من أول ثانية مين بقى الفريق مش مشكلة فأنت نادي الأهلي تكبير الكرة حمل لقب مرتين متلاتين نادي التاريخي في الكرة فتنزل قدام أي فريق هو اللي يبقى الآن منك وخايف مش أنت اللي تبقى يعني ده اللي حصل النهاردة بس ده اللي حصل النهاردة بس ما كانتش حاصل قدام الرجاء ما حصلش قدام الرجاء الرجاء كان يعني ما حصلش قدام سندهون ما حصلش قدام سندهون ما حصلش قدام الرجاء ولكن في النهاية خلينا أقولك في النهاية في توفيق وعدم توفيق صح وفي محصلة في النهاية بطولة لما بتكسبها بتنسى كل اللي حصل وإن شاء الله واضح يعني إن شاء الله بشكل كبير ناد الأهلي إن شاء الله إن شاء الله يا ربي بإذن الله